جروا بيتبول بحاجة إلى ألف قطبت بعد محاولة زبحه الكلب سبارتاكوس يتعافى بعد أن تعرض للطعن بشراسة من قبل مجهول في أحد أحياء لوس أنجرس تبحث السرطة عن الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة والذي تظن السرطات بأنه افضح منزل أصحاب البيتبول المهجن في صباح يوم السبت قام الشخص المريض بزبح الضاري من الأزن إلى الأزن ومن ثم حمل معولاً وبدأ بضرب الحيوان العاجز عن الدفاع عن نفسه سمع أحد العابرين نواح الكلب ولمح الفاعل يطر هاريبان ونظمة جيته للطوارئ تكفلت بضغطية مستحقات لعلاج الكلب والذي تطلب ألف قطبت والكثير من القطب والذي أنقذ حياة الكلب في نهاية المطار عشر بارتاكوس وتحية له وللقائمين على العمل